مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا ودرس اليوم هيوقف الخربطة عن كثير من الطلاب مش عارفين الفرق ما بين الماضي البسيط الماضي المستمر متى اقول متى اقول ويريو متى اقول ديد هي متى اقول واز هي هذه الاشياء حقيقة اتخربط فيها كثير من الطلاب وتمرين اليوم هيوقف هذه المشكلة عندك خليك معي وركز معي في هذا الكورس انه يفيدك جدا قبل ان ابدأ هناك يعني كورس جديد على قناة الثانية اللي حاب ان يبدأ بشكل مرتب ومنظم بطريقة منهجة ابحث على قناة الثاني اكتف لوتوب القناة الثاني مع مراد او سيجد الوصف فيها تبعي في الوصف او في التعليقات ثم ادخل على القناة وقوم التشغيل سيجد كورس اسموك كورس 2021-22 انصح في اي طالب يبدأ بشكل مرتب وبشكل مرقم هناك اختبارات في نصف الكورس هناك اختبارات اخر الكورس رائع جدا وهيكون مفيد لكثير من الطلاب حلونا نبدأ في درسة اليوم الكورس عبارة او التمرينة اليوم عبارة عن اسئلة كل اسئلة يعني حتى هذا سؤال طيب انا اريد ان اسألك تقول هكذا تأتي حتى للطلاب في الاختبارات وهكذا اصلا تأتي في عقلك ان تريد ان تسأل احدهم هل رأيت ابي اختصار يعني هل رأيت ابي تأتي في عقلك او تأتي في الاختبارات او تأتي في الامتحانات بهذا الشكل الحقيقة ان الاجابة هي هل رأيت ان ترى والذي يسأل لماذا سي يرى وسورة والسين التصريف الثالث منها اولا احنا هنشيل كلمة السين هذه تماما لانه التصريف الثالث في النسبة للغة الانجليزية يأتي مع الهاب والهاز وهذا ما يسمى زمن المضارع التام فتقول حتى في السؤال ها بيو سين هاز شي سين لكن مدام احنا سؤالنا ومطلوب منك تختار واحد من الثلاثة فهنشيل السي لانها فقط في المضارع التام هيبقى عندنا السي والسو الطلاب للأسف متأثرين باللغة العربية فيقولون هل انت رأيت امن رأيت سو هذا في اللغة العربية لكن في الانجليزية للأسف لابد ان تقول سي يرجع الفعل للمصدر فهنا يتخربط الطالب دائما لاحظ انه كثير حتى البعض بيعلق علي انا البعض بيطهر في التعليقات يقول لي انت غلطان انت غلطان راجع معلوماتك وليست تسي يا أستاذ يا محترم طيب اذا هتبقى فقط كيف تردت؟ نمبر دو كيف تردت؟ كيف تردت؟ كيف تردت؟ باختصار المعنى هل كنت انت نايم؟ عندما انا اتصلت بك هل كنت انت نايم؟ انا وضعت لك كيف تردت؟ كيف تردت؟ طبعا انا دائما اتحدث انه اول شي الكان هادي ما لا ادخل ما فيش حاجة اسمها كيف تردت؟ يعني هادي نشيلها من الحسبة هاي يبقى عندنا كيف تردت؟ اي يوم هتختار؟ الحقيقة هتختار كيف تردت؟ ليش؟ هي دائما قاهدة عامة العيلة العيلة تبعا سواء الواز الوير ولا الواز ولا الاز ولا الار حد العيلة اذا انت بتستخدمهم بتستخدمهم عشان تسأل على فعل مضف له ing وانت في الجملة وانت في سؤال وانت في نافي وجاء فعل مع اس وار وواز ووير دور على الing دور على الفعل مع الing يعني انت في اختبارات دور على الing لا حبا حبا عليه أستاذ مرات كده رتبها لي يا حبيل عملي بسيطة العلة تبع is ماضيها was وال are ماضيه where تمام وحتى الآن يعني إذا جاء بعدهم فعل لابد أن تضيف للفعل هذا i-n-g فهذا في الجملة أستاذ جملة سؤال نفي كله يعني نعم يعني تقول I am cooking I was cooking السؤال منها where you cooking was he cooking يعني لازم الآين يجي طيح عشان كده أنا اخترت الآين إذا sleep خطأ where you sleep خطأ ليس تغذي طيب نمبر ثري was he awake go played at three o'clock يعني إيش الصح هل يعني كان هو awake طيب أنت قلت إحنا الآن الwas والwhere والعيلة هذه تيجي مع الفعل مع i-n-g هنا ما في i-n-g كيف نسويك ما هو شوف أنا أيضا دايما أتحدث أنه العيلة هذه هنكتوبها هنا am و-is و-r هذا ماضيهم واز صح متفقين وهذه ماضيهم where أنت صح يأتي بعدهم الفعل وضف له i-n-g مش فقط هذه الحالة أيضا تأتي مع الناول الاسم أها والأجيكتف الصفة أها يعني أنا أمكن أستخدم am is r ولا was ولا where جملة وسؤال ونافي أعيد جملة وسؤال ونافي أعيد جملة وجدت الآن والis والar وز الفعل بعد i-n-g أو يأتي اسم وصفة سؤال الآن والإز واللواز واللوير إذا جاء بعدهم فعل يضف له i-n-g أو اسم وصفة نفي نفس القصة نفس القصة طب هنا الآن أنت بتقول واز هي فين الفعل في i-n-g ما في فين الاسم اسم يعني لندن باريس دكتور طيار ما في فين الصفة ما في لا في awake هذه هي الإجابة الصحيحة لا awake أنا يستيقظ awake الوحدة بدون awake awake يستيقظ و awake صفة وهذه من الخدع اللي بيعملوها في الاختبارات يعني ما تحاول تفهموني غلط مش أنا اللي بصعيبها عليكم أنا بحاول أكشف لكم الأخطاء أو الحركات اللي بيعملوها في اختبارات الطلاب في المدارس التنوية أو في الكثير من الاختبارات طيب جميل did did tom does or do his homework أها طيب أنت مش هترجع للموضوع هذا ليش لأنه هنا did ما تكلمنا لا وجدنا لا واز ولا وير أوكي صح صح هيرجع الموضوع الأصلي الموضوع الأصلي يقول did you see الفعل المصدر did tom does ولا doing ولا do do ليش مش doing ما فيش واز ولا وير ليش مش does ياخ لا تقعبني هذا مضارع بسيط ما ندخل منه لا هذا ولا هذا طيب where ولا was ولا did يعني هذا حين الآن إيش نختار إحنا عشان نسأل في السؤال هذا where ولا was ولا did سامي وذ you لا صناعت يعني هل كان سامي معك البارحة هل كان سامي معك ال where ولا was إحنا انتفقنا معها إنه فعل مع اين يجي أو اسم أو صفة وال did بتسأل على فعل في المصدر هذا الخلاصة طيب فيه فعل في المصدر هنا عشان نقول did فعل في المصدر سامي وذ يول ما فيش فعل خلاص مش did طيب was ولا where أي واحدة منهم أنت ال was تستخدم مع he وش و it وال يعني سامي يرجع he خلاص يصير was was he ولا was سامي with you last night أي بس انت قلت انه تجي ال was وال where مع اسم ولا صفة وفعل مع اين نجي فعل مع اين نجي ما في اسم ما في صفة ما في ما هو هل كان سامي معك معك اللي هو زي الاسم اللي هو أنت معك معك أنت طيب where ولا was ولا did the lawyer ask يعني هل المحامي سألك هل المحامي سألك لو قلنا where ولا was هنحتاج فعل مع اين نجي ما فيش الفعل بدون اين نجي اذا مش was ولا where مش was ولا where اكتوماتيكيا did ليش لو في اين جي كنا هنبحث ال was ولا ال where وال was مع شي و ماغك ال was وال where ولا هي مع الافعال اللي مع اين جي جملة والسؤال ما في يريح بالك يعني اول ما تنظر يعني في was where في where اين نجي اهو was where ما فيش اين الصفة اهي صفة ولا اسم كل فعل مع اين جي مش موجود خلاص تركز على did طيب هنا what did ولا was or what where she eat يعني باختصار كده ماذا هي اكلت ماذا هي اكلت did ولا was ولا where واحد يقول هي ال was شكلها حلوى ايش كانت يعني لا لا الحقي ما فيش عجي اسمها حلوى ومش حلوى انت هتختار what did ليش ما قلنا يا حبيب قلبي انه ال was وال where مع الفعل اللي في اين جي انت شايف where did ولا was ولا where she eating ها اعتقدتك كده مفروض فهمت مدام في اين جي بتختارلك ya was ya where ومدام انها she هتكون ال was طبعا هذه الاشياء الطلاب بيتخربطوا فيها من وقت لاخر بس انا نصيحتي عيد الفيديو من جديد اذا انت ما زال انت في صعوبة كبيرة ارجع لاصلة دروس اصلة دروس اللي هي الماضي البسيط مع مراد يكتب في اليوتيوب يظهر لك درس الوحده الماضي المستمر يظهر لك الوحده بعدين شوف فيه درس اسمه الفرما بين الماضي البسيط والماضي المستمر مع مراد همشي تكتب مع مراد اصلا اي درس تريده يكتب مع مراد انا نزلت دروس كثيرة جدا بالتأكيد هتحصل الدرس اللي بتبحث عليه بعدين تشاهد ومنهجه بطريقة مرتبة شكرا جزيلا مع السلامة الله